مصر كدولة وقوة الدولة وقوة مؤسستها والحفاظ عليها وعودة الهيبة للدولة المصرية وهذا المطلب نحن كلنا متفقين عليه بلا نزاع نجاح البلاد في الوصول إلى البرلمان القادم تتطلع إليه كافة القوة والأحزاب لكي تستمر عجلة العمل الوطني ببرلمان يلعب دوره في متابعة أداء الدولة والمحاسبة الدستورية لحماية مقدرات الشعب تم المطالبة بتفعيل دور الأحزاب وماعتبرها هي البوابة الحقيقية للديموقراطية وقد وافق سيد الرئيس على هذا الأمر ثم اقترحنا معه أن تكون هناك قائمة وطنية تجمع كل الأحزاب الموجودة وقد رحب الرئيس ترحيبا شديدا بهذا الأمر اتكلمنا في مسألة القائمة الموحدة تحدثنا في أمور اقتصادية سمعنا أيضا من السيد الرئيس عن الأوضاع الحالية مصر في الداخل ومصر في الخارج الحقيقة النهاردة كان سيد الرئيس يعني مستمع جيد لنا جميعا ورحب بكل الأراء التي طرحت من جانب السيد الرئيساء الأحزاب مستقبل السياسة المصرية مرهون بأداء تلك الأحزاب وقدرتها على الوصول إلى القواعد الشعبية وحياز ثقتها في تحمل المسؤولية للحفاظ على نتائج ثورتين شعبيتين بحثتها عن العدالة والحرية والمشاركة الوطنية الجادة ترجمة نانسي قنقر